اشتركوا في القناة مطالب هدفها اسماع العالم معاناة تريد اسرائيل للعالم ان ينساها لكن عبثة على مسافة تكبيرة من سجن عفر الاسرائيلي اقام فلسطينيون صلاة الجمعة تضامنا ودعما للأسر المضربين عن الطعام اضراب اقترب من حاجز الاسبوعين وتعظمت في الخارج مشاعر الغضب والقلق على حياة الاسراء بعد تصعيد مصلحة السجون الاسرائيلية قمعها ومصادرتها قوت الجائعين للكرامة الملح هذه المعركة لن تبقى محصورة داخل اسوار السجن اليوم الثاني عشر للاضراب هذا يدل على يعني او هذا مبعث قلق لنا لاننا نعلم ان هناك اسرى مرضى هناك اسرى كبار في السن يخوضون هذا الاضراب وعليه فاننا في غاية القلق توحدت صيحات الدعم من على هذه التلة المطلة على سجن عفر والتي ما لبثت ان تحولت الى اشتباك مع الجيش الاسرائيلي الذي رد باطلاق الرصاص والغاز المسيل للدموع مشهد عم مدن الضفة الغربية وبلداتها فكان ثمن الدعم والمساند للمضربين عشرات الاصابات ونزيف دم جديدا في يوم غضب جديد بفضل اضراب الاسرى عاد الشعب الفلسطيني للتوحد وتجاوز انقساماته وانا متفاعل جدا بهذا النهوض للمقاومة الشعبية خاصة انه يجري على اعتاب الذكرى الخمسين للاحتلال والذكرى السبعين للنكبة لا استجابة ولا مفاوضات من اسرائيل لمطالب الاسرى ولكسر ارادة المضربين عن الطعام تقوم سلطات الاحتلال بحركة تنقلات يومية مرهقة لهم ومن سجن لسجن تبحث عن قناة اتصال جديدة بعد رفضها المفاوضات مع الاسير مروان البرغوثي قائد الاضراب وتشيع ان الاضراب سياسي وليس من اجل مطالب تتعلق بحقوق الاسرى لو تحققت المطالب سيفك الاسرى اضرابهم هذا يدل على انه ليس سياسي ولكنه اضراب كرامه وحفاظ على كرامة الاسير وعائلته وشعبه ملف الاسرى الفلسطينيين كان ولا يزال مثل برميل بارود يشعل الشارع الفلسطيني فلا يخلو بيت فلسطيني من اسير حالي داخل سجون اسرائيل او اسير محرر حال الرصاص والاسلاك الشائكة والجنود بين اصوات هؤلاء الداعمين للاسرى وبين الاسرى المضربين عن الطعام داخل سجن عفر لكن حملات الدعم والمساندة تتدحرج ككرة الثلج في الشارع الفلسطيني حتى تحقيق مطالب الاسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون اسرائيل في رسلت في سكاي نيوز عربية من امام سجن عفر الاسرائيلية غرب رام الله لقب عميد الاسرى الفلسطينيين لقب لم يحرزه كريم يونس بالانتخاب او بتسكية من شخص ما ولا هو حتى بالجائزة فقد دفع كريم ثمنه باصعب عملة واغلى ما في الحياة سنوات عمره 35 عاما للان وراء القطبان 35 عاما عمر الوالد توفي الاخوة تزوجوا وأنجبوا اسماء غادرت واسماء جديدا ضمت للعائلة اسماء يسمع بها ولا يراها فنافذته للدنيا اخوته وامه الذين لهم فقط الحق بزيارته هذا ما يبدو عليه لقب عميد الاسرى بعيون الام والحمد لله يعني فخورة رغم اني من ذاكة وبتعرف كديش الام بتدريك بس لما بسمع عنه السمعات هذه الحمد لله الحمد لله الحمد لله هذه الام التي غيب السجن عنها ابنها البكر الذي كان طالبا جامعيا في حينه ما زال اكثر ما يثير اهتمامها وفخرها هو اكمال ابنها لدراساته الجامعية بتفوق في السجن رغم بلوغه الستين ورغم السنوات الطويلة التي ما زالت بانتظاره يعني لما خذوه ما كملش الدراسة وهو في بير السبع بعد ما اعتقلوه بسنة سنتين مش ذاكر بالزبط يعني كديش عاود يدرس هو داخل السجن احسن علامة اخذها كريم والحمد لله يعني كمل دراسة فهو في داخل السجن كريم يونس هو واحد من عشرات الاسرى من فلسطيني ثمانية واربعين الذين رأوا بانفسهم متساوين مع باقي ابناء شعبهم في الهم وفي التضحيات وهذا ما جعل سجانهم لا يراهم بعين المساوات فهو يعتبرهم الاخطرة بحكم موضعهم كحاملين قانونيا للجنسية الاسرائيلية مع كل ما يعنيه ذلك احنا في عنا مناضلين اللي هم من قبل اوصل في من اخر 29 اسير قبل اوصل اليوم موجودين في سجون الاحتلال 14 اسير منهم من الداخل والباقية الاغلبية كمان بيظلوا من الكدس فاذا الاستثناء اسرى الكدس واسرى الداخل هذا ذريع الاسرائيلي بحاول يخلقها ويقنع المفاوض الفلسطيني فيها ومش لازم الفلسطيني يصدقوا بهذا الشيء الاستيطان الارض الحدود القدس ملفات يستطيع المفاوض الفلسطيني ان يستنفد فيها كل اساليبه وبما شاء من طول النفس اما في قضية الاسرى فالوقت الذي ينفد من بين اصابع المفاوض يعني استمرار هذه المأساة والوقت في السجن يمر ببطء شديد قصة كريم يونس عميد الاسرى الفلسطينيين هي قصة تتكرر في 6500 بيت فلسطيني بعدد الاسرى الفلسطينيين الحاليين وهي قصة اختبرها كل بيت فلسطيني على مر تاريخ الصراع نضال كان يعني سكاين نيوز قرية عار ومعنا من رامال مدير الدائرة الاعلامية في هيئة شؤون الاسرى والمحررين ثائر شريتح أهلا بك عبر سكاين نيوز عربية أكثر من 1500 أسير في سجون الاحتلال يواصلون معركة الامعاء الخاوية ما أهمية هذه المساندة وهذا الدعم الشعبي والعالمي مقابل سياسة القمع التي تمارسها قوات الاحتلال يعني في البداية مساء الخير بعد ساعات قليلة سنطوئ اليوم الثاني عشر من اضراب الحرية والكرامة هذا الإضراب المفتوء عن الطعام الذي جاء كرد فعل طبيعي على كل جرام الاحتلال بحق أسران ورد فعل على كل الاتهاكات التي يمور خلال السنوات الماضية وبالتالي هذا الإضراب الإنساني المطلبي لقى دعما ومساندا كبيرا من كبل الشارع الفلسطيني لأن هؤلاء الأسرى هم عنوانا لهذه المرحلة لهذه القضية وبالتالي ليس الشعب الفلسطيني من يترك أسره الشعب الفلسطيني انتفض من أجل هذه الشريحة التي ضحت بسنين أعمارها من أجل أن يرحل هذا الإتلال ومن أجل هذه الحرية وبالتالي هذا أمر طبيعي أن يكون الشارع الفلسطيني وأن تكون كل الشوارع المخيمات والكرة والمدن مشتعلة نصرة لهؤلاء الأسرى ونحن نفتخر بهذه المساندة وخصوصا منذ الأمس وكذلك اليوم هناك التفاف كبير وهناك دعم كبير من كبال الشارع الفلسطيني وأصبح الاحتلال الإسرائيلي يشعر بالخطر الحقيقي بأن هذا الشعب لن يبقى صامتا أمام كل هذه الجرائم وبالتالي إسرائيل أرادت أن تتفرد بها الأسرى وكان أراد الطبيعي أن يكون هناك مواجهة في كل شارع وفي كل حارة من حارات الشعب الفلسطيني وبالأمس واليوم أعلم الاحتلال جيدا بأن هذا الشعب وإن كان هناك بعض الهدوء خلال الفترة الماضية ولكن قادر على الانتفاض والانتصار لأسراء ولكن ما أهمية تحرق المؤسسات الدولية اليوم نعم درءا لأي تداعيات يعني في حال حصول أي مكروه لأي من الأسراء المضربين على الطعام في حال دخلنا الأسبوع الثالث يعني حتى هذه اللحظة لا يوجد هناك أي تحركات جادة من كبال المؤسسات الدولية الصليب الأحمر قام بزيارة سجنين حتى هذه اللحظة توجه الأسراء في سجن نفحة وقام بالتقاء بهم وقام بالاطلاع عليهم ونقل بعض الرسال الشفوية وكان هناك حديث عن أن هناك جلسة كانت بين الصليب الأحمر وبين إدارة سجون الاحتلال ولكن الصليب الأحمر لم ينشر للشعب الفلسطيني ما تم تداوله بينه وبين الاحتلال الإسرائيلي وبالتالي هذا يصبح أمر مستغرب وأمر غير منطقي في ظل جوع وفي ظل حرمان وفي ظل انتهاكات كبيرة لا يوجد هناك أي أصوات دولية حقيقية توجهت إلى إسرائيل وقامت بالضغط على إسرائيل بشكل جدي لوقف هذه المهزلة وقف هذه الجريمة المستمرة وبالتالي المجتمع الدولي نعيد ونكرر ونؤكد بأنه شريك في كل هذه الجرائم بكل مؤسساته بكل حكوماته اللي يتوجه إلى إسرائيل ويلزمها على الالتزام بكل المواثيق والاتفاقيات الدولية وأن يتعامل مع الأسرة وفقا لهذه الكونين فهو مجتمع متخاذل مجتمع صامت مجتمع يريد لهذه الجريمة أن تستمر وأهلا تساءل ماذا ينتظر المجتمع الدولي وماذا تنتظر الأمم المتحدة نحن لا نريد فقط زيارة الأسرة للمضربين ولا يطلع على أرضاهم بشكل سطحي نريد أن يكون هناك تدخلات حقيقية من كبل مؤسسات المجتمع الدولي ومن كبل الحكومات القادرة على التأثير على حكومة الحتالة إسرائيل تجبرها على أن تسمح لهؤلاء الأسرة بأن تكون زيارات وفقا للقانون الدولي أن تكون التواصل مع العالم الخارج من خلال الصحف ومن خلال التعليم كل هذه الأمور الحياتية والإنسانية هي أمور منصوصة عليها في كل هذه الاتفاقيات ولكن المجتمع الدولي لا زال عاجزا بإعلام محاسبة إسرائيل لا زال عاجزا عن وضع حد لكل هذه الجرائم التي أصبح الحتلال الإسرائيلي يتفاخر بها نيتنياهو يخرج أمام كل شاشات التلفاز ويتحدث بأنه يمارس حرب كبير على أسرى عزة الأسر يحتجزون في زنازين ضيقة أين المنطق وأين الحرية وأين الدموقراطية تتغنى بها هذه المؤسسات بإحتجاز أسرى مرضى وإحتجاز أسرى كبار في السن يخذون إضراب لليوم الثاني عشر على التوالي إسرائيل لجأت لسحب الملح من داخل هذه الزنازين وكأنها تتحدث وتقول للأسرى ذهبوا نحو الموت وذهبوا نحو الجحيم هل المجتمع الدولي لا يشمع ولا يرى ماذا يحدث في داخل السجون فلعلي أن يتوجه بعد هذه المواجهات التي كنا تبعناها وبعد دعوات على حركات الشبابية لتحرك أكبر والإضراب الشامل إن كان في الضفة أو في القطاع يعني الشارع في البداية الشارع اشتعل والشارع انتفض وتحدثنا منذ اليوم الأول منذ السبع عشر من نيسان إن كان هناك انتفاضة داخل السجون ستكون هناك انتفاضة شعبية حقيقية خارج السجون والآن نحن نعيش في هذه الانتفاضة وبالتالي كل الاحتكاك من الاحتلال الإسرائيلي هو مبارك وهو مقدس ونحن ندعو من هيئة الأسرة ونادي الأسير واللجنة الإعلامية المتابعة لإضراب وكل فصالة العمل الوطني والإسلامي نعم يجب الضغط على الاحتلال الإسرائيلي من خلال الاحتكاك المباشر من هذا الاحتلال نعم لهذه المسرات ونعم لهذا التصعيد على احتلال إسرائيل أن يعلم بأن هذه الانتفاضة اشتعلت إن كان يريد هدوءا عليه أن يرضخ سريعا لمطالب الأخ الكواد مروان البرغوثي ولمطالب كل الأسرة هذا الشعب لن يترك أسرة وهذه الانتفاضة سيكون عنوانها وعنوان القضية الفلسطينية بشكل عام هما الأسرة داخل سجون الاحتلال وبالتالي الانتفاضة لن تتوقف ولن يكون هناك أي تراجع للوراء ولو لخطوة واحدة حتى يرضخ هذا الاحتلال بكل مكوناته السياسية والعسكرية لمطالب الأسرة وإسرائيل تتفاجأ وكل يوم يزد عليها الضغط والتخبط بعد هذا الاتفاف وبعد هذه الوحدة الوطنية داخل السجون هناك وحدة وخارج السجون هناك وحدة ونريد أن نبلغ الاحتلال الإسرائيلي اليوم كان هناك عدة جلسات داخل السجون وكان هناك تأكيد على أن هناك أعداد كبيرة ستلتحك به هذا الإضراب خلال يوم غد وبعد غد وبالتالي هذا الإضراب تصاعد هذا الإضراب سيعلن بكل تأكيد عن انتصار حقيقي للأسرة والكيادة والأسرة ولكل الأسرة داخل السجون الاحتلال لذلك الكرة الآن في ملعب الاحتلال الإسرائيلي هو أول من يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة كل الأسرة نحن لا يرجع لدينا نعم فأر تحدث بداية عن هذا الصمت الدولي وغياب المرجعيات الدولية نعم ستة ألاف وخمسمائة معتقل في ظروف صحية لا يحصلون على الرعاية ما المطلوب من المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية باختصار من فضلك أولا هؤلاء أسرة حركات تحر دخلوا إلى هذه هذه الزجون بحثا عن حرية وطنية وهذا مشروع في المواثيك والاتفاقيات الدولية المجتمع الدولي المطلوب منه أن يتم التعامل مع الأسير الفلسطيني كما تم التعامل مع كل أسرة حركات التحرر في العالم على المجتمع الدولي أن يعلم بأن هؤلاء الأسرة بحاجة لعيش بكرام عليه أن يجبر إسرائيل على التراجع عن كل الخطوات التصعيدية لا أعلم ما هو موقف المجتمع الدولي أمام دولة احتلال تشرع هذا العقاب هذا التعذيب لذلك المجتمع الدولي هو أمام امتحان حقيقي عليه أن يجبر إسرائيل على الإنصيع لكل هذه المطالب وإلا فإن المجتمع الدولي كما التحدث وكما تحدث دائما وبكل وضوح هو شريك في كل معانا هذه المعانا للأسرة ولعائلته ولكل الشعب الفلسطين من رامالله مدير الدائرة العالمية في هيئة شؤون الأسرة والمحررين ثائر الاشريتح شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك